قال العلماء في قولك لا إله إلا الله أو في شهادتك لا إله إلا الله لابد من ثلاثة أمور في شهادتك للا إله إلا الله لابد من كم؟ ثلاثة أمور الأمر الأول العلم بمعناها لتتحرم على النار لابد أن تقول لا إله إلا الله ولكن بكم شرط؟ لابد من ثلاثة أمور الأمر الأول العلم بمعناها أكتب هذا الكلام العلم بمعناها الأمر الثاني العمل بمقتضاها العلم بمعناها والعمل بمقتضاها قالوا أن تعلم معناها وأن تعمل بمقتضاها هذا الأمر الثاني الأمر الثالث أن نطق بها أن نطق بها فلو أن إنسانا علم معنا لا إله إلا الله علم معناها ولكنه علم معناها وعمل بمقتضاها يعني بهذا المعنى عمل به ولكن لم يشهد بلسانه ولم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا لا يحرم على النار ولو أن إنسانا نطق بها وقال أشهد أن لا إله إلا الله ولكنه نطق بها و و علم معناها ولكنه لم يعمل بمقتضاها فذهب وخالفها واستغاث بغير الله ودعا غير الله سبحانه وتعالى أو توكل على غيره جل وعلا فهذا لا يحرم على النار إذن لابد من الثلاثة أمور التي ذكرناها كما ذكر العلماء قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إذن لابد في قولك لا إله إلا الله من الإخلاص لأنه قال يبتغي بذلك وجه الله والدليل على الإخلاص قوله صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله ومن القرآن ما هو الدليل على الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أحسنتم فإن الله حرم على النار هل من قال لا إله إلا الله بهذه الثلاثة أمور بهذه الثلاثة أمور وأتى بذنوب ومعاصي هل يدخل إلى النار هو سيدخل إلى الجنة ولكن هل سيعذب في النار قد يعذب وقد لا يعذب قال العلماء بحسب قوة توحيده وذكرنا هذا الكلام في الدرس الأول الدرس السابق ومن فوائد هذا الحديث إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى يبتغي بذلك وإن شاء الله ثم قال المصنف وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو سعد ابن مالك ابن سنان الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه سعد ابن مالك ابن مالك ابن سنان الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به موسى عليه الصلاة والسلام ومن السنة كما صحح الألباني الحديث من السنة أو من السنن المهجور عند الناس اليوم إلا من رحم الله أنه إذا ذكر نبي من الأنبياء فلا يصلون عليه وإنما يصلون يسلمون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط ولكن صح الألباني الحديث أنه إذا ذكر أي نبي من الأنبياء فإنه يصلى عليه ويسلم قال موسى عليه الصلاة والسلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به وموسى هنا يطلب العلم من الله سبحانه وتعالى يا ربي علمني وفيه من الفوائد العظيمة جدا أن الإنسان إذا أراد العلم النافع عليه أن يطلبه من الله عز وجل وأن يدعو الله تبارك وتعالى به وما أعطي الإنسان شيئا أعظم من علم الدين الذي هو العلم النافع ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الصبح قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقال الله عز وجل له وقل ربي زدني علما لم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيدوا من شيء في القرآن كله إلا العلم وقل ربي زدني علما فدل هذا على أن العلم أفضل شيء في الوجود وهو علم الكتاب والسنة أعلمني شيئا أذكرك وأدعوك به إذن هذا الشيء يصلح للذكر ولي الدعاء وهو لا إله إلا الله ولذلك جاء في الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله وجاء في القرآن وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال الله قال قل يا موسى لا إله إلا الله وهنا فائدة عظيمة ورد على الصوفية رد به الشيخ عبد الرحمن بن حسن على الشيخ بكتاب فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد في هذه النقطة قال الله قل يا موسى لا إله إلا الله هكذا كامل قال فيه رد على المتصوف كيف ذلك لأنهم يقولون لا إله إلا الله هو ذكر العام أما ذكر الخاصة الله 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 وذكر خاصة الخاصة هو 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 فإذا سألتهم عن هذا قالوا هذا ذكر الخاصة وهذا ذكر خاصة الخاصة أما لا إله إلا الله ذكر العام وليس هو ذكر الخواص هل موسى عليه السلام من الخواص أو هو من العام من أولي العزم الخمسة من الرسل قال الله تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال الله تعالى عن موسى عليه السلام وكان عند الله وجيه مع ذلك قال له قل لا إله إلا الله وقال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله ولم يقل له أنت من خاصة الخاصة فاعلم أنه هو صح؟ وإنما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله فدل ذلك على بطلان ما ذهب إليه الصوفية ثم لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال ذكر الله سبحانه وتعالى بالاسم المفرد الله الله أو بالضمير هو 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 لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذكر الله بهذه الطريقة ولم يرد عن أصحابه رضوان الله عليهم ولا واحد منهم أنه كان يذكر الله بهذه الطريقة ولم يرد أيضا عن واحد من الأئمة ولا من العلماء لما ورد عن الذين ينشرون الشرك وعبادة القبور وعبادة الشيوخ وغير هؤلاء من الضلال قال قل يا موسى لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله ماذا؟ لا معبودة بحق إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا أي أن موسى عليه السلام أراد شيئا يخصه الله عز وجل به فلما قال الله له قل لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا وليس معنى هذا الكلام من موسى عليه السلام أنه تنقص من لا إله إلا الله وإنما أراد موسى أمرا خاصا فأخبره الله عز وجل بفضل هذه الكلمة وأنه لا أخص منها ولا أعظم منها ولا أفضل منها أبدا فقال الله له يا موسى لو أن السماوات السبعة السماوات ولا السماوات 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 ولا السماوات شكرا